السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا الاعزاء من جاردينيا سيتي بنحييكم من طريق مصر السويس وان شاء الله جايين نعمل ضجة كويسة للعميل في مطبخ في تزايم مطبخ وان شاء الله باذن الله يا رب نقول اعجابكم دلوقتي هبنتكلم في تزايم مطبخ طوله 2 متر 20 في طول 4 متر وشوية بس هو طول طويل الله اكبر طبيعي اي حد هيخش المطبخ هنا هيقول لك هنا حط وحدات مطبخ وحط هنا تلاجة ورص الأجهزة بتاعك وانت ماشي فلما حط القطعتين قدام بعد كده اصبح الممر بتاعي ديق جدا للغاية بمعنى انا عندي هنا بروز 70 سنتي بالبلاط بالرخامة وعندي هنا بروز 70 سنتي متر واربعين 70 و70 متر واربعين المتر واربعين دول لما شيل منهم 2 متر وعشرين هيتبقى معايا كام 80 سنتي يا دوبك طرقة صغيرة جدا لحد يعدي واللي هيعدي هيعدي مش مستريح علاوة على ذلك البوتجاز بتاعي لما احطه هنا حضرتك انا عندي بوتجاز له بروز 60 و70 سنتي حتى فينا فيهم انا في ظهري هنا فيه وحدة فانا عايز افتح باب البوتجاز عشان ادخل فيها الاواني بتاعدي فلازم انا اتدمرنه مش هينفع جاعة على جنب وافتح ويبقى الدخول بتاعي صعب اواجي كده وافتح دخولي هيبقى صعب جدا للغاية طيب احنا عملنا ايه اولا كجاردينيا مسلم العميل على كده مطبخ وزي الفل احنا العميل كان طالبوا ان هو المطبخ يكون امريكا مفتوح على الريسيبشن المكان ده حضرتك الحيطة دي هناخدها ركز معايا هناخدها لجوة شوية على الريسيبشن لحد العلام ده اصبح استغلت المسافة دي من اول هنا لحد برا هنا دي كلها علبة تخزين ارضية مع رخامة فلات والرخامة هترافرف برا 60 صنط 30 صنطي كمان لبرا عشان احط كرسيين من برا هنا يبقى اصبح هندي المكان ده دخل لجوة حطيت فيه العلب التخزين اصبح المكان هنا بقى افوالي ما فيش في يونيت استخدمنا زكاءنا في ان احنا نعمل كتعة هنا وفي نفس الوقت ما ديقش المكان يبقى نفس الصور ده هو وش اليونيت الجديد بالضروف بتاعته وهنا فيه رخامة فلات 90 صنطي احضر عليها الطعام استخدمها كصفرة استخدمها ان حد يقعد برا واثنين برا واثنين جوة كصفرة الطعام واستخدمها معايا زي الفل وفي نفس ذات الوقت عندي التخزين بتاعي زي الفل ما فيش فيه ادنى مشكلة اطلاقا الغسالة هوريك انا حبتها فين جوة ان شاء الله باذن الله طبعا هم يقول لي جاردينيا عشان اه معظم الناس انا شايفها بتوضب وبتشطب يحاول ياخد كات زين مننا او يعجبوا فكرة يحاول يعملها ان شاء الله باذن الله يبقى انا الضلع ده مش هحط فيه حاجة اللي انا حطوه تحطوه فين جوة هنا حتة اتنين متر قطع ارضية طيب هبدأ انا طيب العميل عندي في المطبخ هنا عايز تلاجة ديب فريزر فورن مكرويف متجاز غسالة اطباق اه او مطبخ ومحتاج سخان غاز طيب هنحط الكلام ده كله هينا ازاي هبدأ اقول لي سادة اكسال لعنبي علاسته السلام مبدئيا هحط تلاجة واتيب فريزر في الاول هنا كده انا عندي تلاجة واتيب فريزر عرضهم ستين سنتي ستين وستين متر وعشرين وصيب فراغات ما بينه هنسيب متر واربعين سنتي بالخمسة سنتيبولات من هناك يبقى لو احنا حطينا المتر واربعين سنتي كده حضرتك اهي هنا كده انا حطيت المتر واربعين سنتي بتوعي زي ما انا محتاج مية مية والف الالف اللي هم لحد هنا كده خطة احمر مش هينفعجة عليهم مع الحرم الريشة دي كده حضرتك حضرت التلاجة ودي الفريزر انا عندي عرض الوحدات اللي هنا سبعين سنتي لما اخد سبعين من اثنين متر وعشرين يتبقى كام متر ونص صح كده عم عم يبقى انا هاصبح معايا طرقة متر ونص ولا ثمانين سنتي لأ متر ونص هخش واخرج براحتي نلعب سبق في المكان زي واحنا عايزين يبقى انا هبص همشي من الاول للااخر رص الاجهزة كله على لاين واحد طيب هبدأ اخد الحب بتاعي تحت الشباك طبعا لسه نركب شباك الاموتيل وهنرفع الصور ده سنة صغيرة كده هحط هنا كده حضرتك الحوض مطرح مانا واقف كده بالزبط اهو الحوض يبقى مطرح مانا واقف غسلت اللطباق هتبقى ورا مني هنا هلف وشي هقف على البتجاز يبقى انا عملت لك حققت ومسلس الحركة الا وهو انا واقف على البتجاز باستخدمه بلف وشي واقف على حوض المطبخ عندي السخان الغاز بتاعي يكون الناحية دي هنا جوه الرخامة هناك والعداد بتاع الغاز هيبقى فوق الناحية دي يبقى حققنا بعد والتباعد ما بين الغاز وما بين العداد وما بين البتجاز يبقى اصبح عندي حضرتك فيه رخامة ماشية هنا كده معايا عرضها ستين سنتي اللي فيها الحوض حطنا الحوض تحت الشباك عشان يبقى فيه فيو قدام مني على الجاردن برا زائد يبقى عندي اضاءة مش محتاجة نور النور لو انا فتحت بس الشباك يبقى معايا فيو انا واقف فخص الاطباق بتاعتي تبقى معايا الدنيا لذيذة وكلها هوا قدام مني لو جيت كده حضرتك سبت ستين سنتي سبنا ستين سنتي عرض اليونت اللي ماشي هنا هبدأ احط الغسالة بتاعتي على العمود بالزبط اهي الغسالة بتاعتي هتبقى ستين سنتي لحد هنا كده يبقى انا سبت غسالة اطباق والحوب بتاعي هنا الف غسالة اطباق هحط البتجاز بتاعي من بعد العمود على طول هسيب له متر وعشرة ليه متر وعشرة؟ كتهوية من جنب الغسالة وفي نفس الوقت تهوية من اليونت الناحية التانية ومسطورة الغاز تنزل مستريحة مفيش حد دقيقة خالص وهي ماشية يبقى انا هحط البتجاز بتاعي هنا على متر وعشرة اهو اتبقى معايا قطعة كسعين سنتي احط فيها فرن ومكرويف جنب البتجاز ويونت جنب الغسالة ومن تحت بقى الدنيا معايا لازلز زي الفل قسمت الدنيا بتاعتك زي ما انت عايز وهي حركاتك كتك كتك جمالك يا ابو علي هنا لما افتح الباب بتاع البتجاز وارجع ورا ده كل ورا مني فاضي اقوه فبرش لنا معلش يبقى بص الحركة كده حضرتك انا عندي البتجاز ستين سنتي هنا كده وهفتح الباب خمسين هبقى انا واقف قدام الشغل بتاعي مستريح جدا مفيش حاجة بتعوكني في ظهري الدنيا كلها لازيزة ومستريحة معايا جدا علاوة على ذلك حضرتك انا عندي البتجاز بسخن وبشيل بحط على كتعة رخامة اللي هي فوق الغسالة جنبي هنا يبقى عندي استخدامات للموضوع كله الحب بتاعي هسيب له تلاتين سنتي ركز معايا في الحد سنة اقرب كده شوية معا انا عندي الحد كام تسعين سنتي تلكز معايا في الحد دي انا عندي عرض الوحدة اللي هنا ستين اهي سبعين سنتي سبعين سنتي عرض الوحدة اللي ماشي هنا كده الحب بتاعي دخلتو جوه الوحدة اللي هنا جوه السبعين سنتي 30 سنتي اهو حاطلت 90 سنتي معايا هنا ويسيبتك حط ترخامة 30 سنتي على اليمين منها تشيل الحوض ومنها دايا ما بقاش واقف تخبط فيه الحائط منها احط عليها صفية المعالي او الى اخره والحوض انا واقف هنا وعندي جوه هنا من الجنب الحوض بقيت الصفية الجوه استخدامات كلها مستريحة جدا 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 البلعة بتاقياتنا هنحطها هنا كده في التقائل وحدتين والسخان الغاز هنا ان شاء الله رب نقول اعجابكم انه بصت على الغسلة جوه كده غسلت الملابس طبعا تعال على مهلك طبعا المكان هو صغير بس بنخذ لك كبير بنحط لك فيه كل اللي انت محتاجه وكل اللي انت عايزه اهي هنا كده الغسلة مكان الحديد اللي احنا شايفنا دي كده هنا كده انا عندي دي طرقة خدمة من الريسيبشن لجوه فانا مش مستغلها في حاجة الريشة دي فانا هنا حضرتك هحط غسلة لحد هنا كده لحد كده هنا كده هحط الغسلة اهي مثلا هنا كده حضرتك الغسلة بتاعتنا اهي سلام الله وبركاته هنا كده حطناها الغسلة من فوق الغسلة عملت دولاب تخزين وفوق دولاب التخزين من فوق عملنا سخان هنا كده لبقى انا حطط لك سخان كهرباء فوق للحمام هنا وسخان غاز هناك الحمام ومطبخ التاني وعملت تحت السخان اه درجين او او رفين احط فيهم البرسيل والمسحوق بقى كله دولاب حطة واحدة من الاول للاخر بضرفتين هاته هنا كده الدولاب بقى كله من الاول للاخر ضرفتين افتح الضرفتين بتوعي الاقي السخان والمسحوق بتاعي قدام مني والغسلة من تحت وفي نفس الوقت معايا التورقة كبيرة لازيزة مش هتعوك اي حد داخل او خارج يا رب نقول اعجابكم وان شاء الله باذن الله تابعونا على صفحة صباك شاطر على الفيسبوك وقناة صباك شاطر على اليوتيوب ولا تنسلنا من صحدة عليكم دعا وصال يا حمر الرجل صلح تكفينا بالدنيا يوم فيها وانتظرونا في تصميمات السباكة واشوفنا بذي زي اللهم لك الحمد اهم حاجة بقى انك تنفذ صح ان شاء الله انتظرنا مع بعض باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته